اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الحلقات اللي جاية ولكن لما مصر تستضيف التصفيات المؤهلة لطولة الشباب تحت 20 سنة نخسر اول لقاء من المغرب هنا في مصر وفي اللقاء الثاني امام الجزائر نتعادل ايجابيا واحد واحد والجزائر كانت على يعني مشارف انها تكسب اللقاء في السواني الاخيرة من المباراة ايه اللي ممكن نقوله لاتحاد الكورة وهو خلاص بينهي مدته بكل هذين نتائج السلبية والعكسية هل تتخيلوا ان مصر في المركز الرابع ما بين خمس منتخبات بتشارك في التصفيات المؤهلة اللي بتولد تحت 20 سنة المغرب في صدارة بستة نقاط تونس ثلاث نقاط الجزائر نقطة مصر نقطة ليبيا بدون رصيد مصر هتلعب لسه مباراة مع ليبيا وهنبقى بايراحة في جولة اخرى وبعد كده نلعب مع تونس في الجولة الختمية تبتكلم في ستة نقاط عن نقطة سبعة نقطة لازم تكسبهم وبالرصيد اعلى من الاهداف عشان لو تساويت بعد كده حتى بعد منتخب الجزائر على قل ممكن تعديه ولما تكسب تونس بدي المواجهة المباشرة فعندك فرصة بس البداية مش موفقة ولا مباشرة وانا هنا مش بلومي جهاز المنتخب بس ده حتى اتحاد الكورة برئاسة الاستاذ جمال علام اللي بارح شفنا له لقطات كتيرة هو قاعد في المواصولة بيتفرج على المباراة وكأن النتيجة لا تعنيه وكأن الاختيارات الاخيرة اللي اختارها للمنتخبات وفي الاتحادات وفي الليجان وفي كافة المجالات داخل اتحاد الكورة ليس مسؤولا عنها صور تسكرية والناس بتلتقد صور تسكرية والامور بالنسبة لها عادي جدا وكأن المنتخب مش فريق مع الناس يعني مش عارف بصراحة الواحد بيشوف المرحلة دي من اسوأ المراحل اللي مرت على تاريخ الكورة المصرية مش في المستوى الفني بس ما انت ممكن تعمل افضل اداء وتختار افضل ناس لكن لم توفق ولكن احنا اللي شوفنا اختيارات عدلة ولا نتائج كويسة ولا حتى الليجان بتاخد قرارات مناسبة طبقا للأحداث اللي احنا شايفينها في المشهد القرى واللي احنا شايفينها اخيرا حتى قرارات لجنة الانضباط الغد دلوقتي لم يتم الالان عنها صراحة يعني من اسوأ المراحل اللي مرت على الكورة المصرية اتمنى التوفيق للمنتخب في المرحلة اللي جاية عندهم مباراتين همتين جدا لعل وعسى يمكن مصر تصطديف البطولة في ظل ان كودي فوار عايز تصطديف البطولة فهنشوف ساعتها قرار المكتب التنفيذي باسناد البطولة هيكون لمين ولكن القرارات ده مش هيتم بالتخياذه ولا اعلانه بشكل رسمي الا بعد نهاية التصفيات في كافة المناطق الجغرافية في القرى الافريقي ده جانب الجانب التاني وهو متعلق باخبار كتيرة جدا محمد الشناوة هيجدد اكرم توفيق عقد جلسة مع الكابتن محمد رمضان حمزة عليها هيجدد بس هيطلع اعارة اقول لكم الملخص عشان تعرفوا بس المشهد ده هيتناشي ازاي كل عقود التجديد والتمديد اللي هتحصل مع لعب النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية هتسير وفق الية معينة سيتم الاعلان عنها تباعا وفقا لرؤية وقرار ادارة النادي الاهلي من خلال المدير الرياضي الكابتن محمد رمضان الناس بتقعد بس تتكلم في تفاصيل وش النوى قعد وعرض كذا والنادي طلب كذا وهي سنة لا سنتين لا تلاتة اكرم كان ماضي بكذا فعايز يزود كذا يا جماعة اطار ملف التجديد والتعاقدات في الفترة اللي جاية هيصير لوفق الرؤية معينة استراتيجية بيقدمها الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للكابتن محمود الخطيب ويتم اتخاذ فيها قرارات مهمة جدا في الفترة اللي جاية مع الوضع في الاعتبار ان اجندة المنتخب مع المباريات الرسمية للأهلي مع توالي اللقاءات اكيد مليون في المية مش هبقى فيه تجديد دلوقتي ملفات هتيجي تواليا الفترة اللي جاية وحتى ان برحوا بالامس ان كان دي لقطات من تدريب النادي الأهلي للكابتن محمود الخطيب مع الكابتن محمد رمضان واجتماعات متوصلة ومتتالية الناس مسايبة اي هفوة ممكن تعدي على قطاع الكورة في الظل انك مقبل على منديال الاندياة في امريكا هتجدد للعيبة هتعمل تعاقدات في يناير عشان تسجل القائمة المبدئية 31 مارس ودي القائمة اللي هتشارك في كاس العالم فلما نتكلم في اي موضوع لازم نشرحه ولازم نتكلم في تفاصيله وفقا للمعلومات المؤكدة من مصدرها ده واحد اتنين بارح الكابتن محمود الخطيب واحنا شايفين طبعا اللعطات من التدريب تنحريص ان يكون متواجد فيه تدريب فريق النادي الاهلي ويمكن في رسالة قصيرة جدا وجهها للعيبة قال لهم احنا عندنا تحديات ثلاث ايه هي التحديات الثلاث لازم تقفوا جنب بعض ويبقى فيه مؤازرة ومسندة عشان المرحلة اللي جاية بمعنى عندك تصدر الدور العام في الفترة اللي جاية امر مهم جدا عشان انت بتلعب مباريات وكأنها اشبه لقاءات الكؤوس تجمع نقاط تبعد مبكرا في الصدارة ده تحدي مهم جدا عشان هيفرق معاك فيما بعد وانت مكمل مشورك عشان يبقاش فيه امور تعمل ضغط على مسابقات اخرى لو انت لقدر الله غير موفق في المباريات المحلية استئناف مباريات دور الابطال وانت حامل لقب واللقاء المقبل امام استاد ابيتجان الثلاثاء المقبل فبالتالي تحدي تاني مهم جدا التحدي التالت كأس التحدي وهو ده مسمى الحقيقي فعلا كأس التحدي في قطر منتصف الشهر المقبل التحديات مهمة جدا اللعيبة مقبلة عليها عشان تنجح في كل التحديات دي لازم اولا تقفل ودانك تركز في الملعب تشتغل على انك تحقق اكبر نتائج ممكن خلال الفترة اللي جاية بالمناسبة الجالسة انت شفتوها دي اكيد كان فيها كلام برضو متعلق بقى بالمرحلة اللي جاية مسألة التعاقدات ممكن ايه الملفات اللي المدير الرياضة عايز اشتغل عليها عشان يحضر للفترة اللي جاية عموما ده كان كلام مهم جدا لازم نبدأ بيه النهاردة تفاصيل اللي البعض للأسف بيتناولها في الميديا او السوشيال ميديا بشكل غير صحيح مش هنكتفي بكده لا ده لسه عندي اخبار وتفاصيل وكواليس كتير النهاردة في الحلقة يعني اتمنى بإذن الله تكون يعني التفاصيل تقدر توصل لكم المشهد عن قرب من داخل جدران النادي الال نهاردة كمان في الفقرة الحوارية فقرة الصحافة نهاردة موعدنا مع فقرة الصحافة الفقرة الاسبوعية كل يوم اثنين ويكون معايا فيها ناقد الرياضي بالأهرام الأستاذ عبد الحكيم أبو علم عشان هنتكلم معاه عن تفاصيل كثيرة ونعرف منه آخر أخبار النادي الأهل وهنتكلم ونتناقش في بعض الملفات اللي ممكن تكون ملفات شائكة من خلال الميديا والسوشيال ميديا هنتكلم فيها بكل صراحة وهنترح المعلومات اللي ممكن تكون جديدة لحضراتكم عبر شاشة قناة الأهل دي كانت أبرز التفاصيل اللي كنت عايز أبدأ بيها برنامج الترين لكن نروح دلوقتي لسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة اللي عايزكم بالتأكيد تشاركونا في الإجابة عليه عايز أعرف من حضراتكم ما هي أسباب تراجع أداء منتخبات الشباب والناشئين في السنوات الأخيرة تقدروا تشاركوا وتدوبوا معنا على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك عبر الإستجرام ومن خلال كمان منصة إكس والتويتات والتعليقات على سؤال حلقة النهاردة وكل ده بالتأكيد هستعرضه معكم في الجزء الأخير من برنامج التريند لكن نروح دلوقتي لأهم العنوى البداية في تريند الأهلي الفريق وصل تدريباته وكولر يدرس مباريات الاتحاد وفي التريند المحلي المنتخب يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بتسوانا وفي التريند العالمي بسبب مونديال الأندية نيمار يرفض الرحيل عن الهلال تفاصيل أكتر ولكن بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد وفاقرة التوت نيوز والخبر الأبرز حاليا على السوشيال ميديا خبر الجوائز الأفضل في الاتحاد الإفريق ولا سيتم تسلمها في منتصف الشهر المقبل في مدينة مراكش المغربية يمكن القوام المختصرة فيها مفاجآت إيجابية وجيدة جدا أولا بالنسبة للقوام المختصرة لأفضل نادي في القرى الإفريقية ونحن بالتأكيد بنحلم بفوز الأهلي للعامل الثاني ولكذا مرة أكيد النادي الأهلي أفضل نادي في القرى الإفريقية ولكن في القوام المختصرة ظهر النادي الأهلي على رأس القوائم تم إعلانها من الاتحاد الإفريقي الأهلي الزمالك نهضة بركان ماموليدي سانداونز والترجي التونسي دول الخمس أندية الأبرز حاليا من خلال القوام المختصرة وحصل تصويت من خلال الجماهير ومن خلال النقاد والمدربين دول أبرز خمس أندية داخلين في منافسة على جائزة أفضل نادي أكيد مما لا يدعم جلل للشك سيكون النادي الأهلي بالطبع هو النادي الأبرز والنادي الأفضل في إفريقيا لعام عشرين أربعة وعشرين طيب لما نروح لجائزة أفضل لاعب أفضل لاعب في الجواز المختصرة خمس لعبة منهم اتنين من لعبي النادي الأهلي البداية بأسوفو دايو لاعب نهضة بركان أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ومصطفى شبير حارس مرمى النادي الأهلي وويليامز حارس ماموليدي سانداونز طبعا شايفين هنا حسين الشحات ومصطفى شبير من اللعبة من النادي الأهلي بنفسه على أفضل لاعب على مستوى الأندية داخل قرة إفريقيا وبالتالي إن شاء الله بإذن الله حسب المعلومات اللي عندي في نسبة التصويت والتي ظهرت في التصفية الأولى يمكن أكتر اتنين لعيبة واخدين نسبة تصويت حسين الشحات ومصطفى شبير يليهم حارس ماموليدي سانداونز بالمناسبة لسه الغاية دلوقتي لم يتم الإعلان عن أفضل خمسة في مركز حراسة المرمى أفضل خمسة في مركز حراسة المرمى اللي تم العلان عنهم الغاية دلوقتي أفضل نادي أفضل لاعب داخل القرة أفضل منتخب وأفضل منتخب وأنا بكلمكم دلوقتي على الهواء لسه وصلة لحالة من الميديا في الاتحاد الإفريقي بنتكلم على خمس منتخباتهم الأفضل الكنغو الديمقراطية نيجيريا جنوب إفريقيا الكودفوار والمفاجأة تواجد المنتخب السوداني دمن أفضل خمس منتخبات طب أفضل حارس مرمى حسب معلوماتي أن مصطفى شبير كان داخل في أعلى ست سمع حراس على مستوى التصنيف في اختيارات أفضل حارس ولكن الأرقام اللي حصل عليها مصطفى شبير ضمن أفضل لاعب داخل القرة كانت أعلى أكتر من نسبة الأرقام في مركز حراسة المرمى وأعتقد ممكن يكون عنده فرص كبيرة جدا في المنافسة مع حسين الشحات وأحمد سيد زيزو تحديدا على جايزة أفضل لاعب داخل القرة ودي الجايزة اللي حصل عليها محمد الشناوي العام الماضي لما خد أفضل لاعب داخل قرة إفريقيا وساعتها ياسين بونو حارس المغرب خد أفضل حارس مرمى لسه عندنا تفاصيل ولسه عندنا كواليس وأخبار تانية والجواز دي هنكون مستمرين في متابعتها والأرقام والإحصائيات في الحلقات اللي جاية مجرد ما يتم باختصار القايمة إلى 3 وقبل معادة جايزة بـ 48 ساعة نقرأ بالضبط الكواليس مين الأفضل سواء نادي أو أفضل لاعب أو حتى أفضل حارس مرمى على مستوى قرة إفريقيا فاصل ثم نوصل لسه كنت بقول لحضراتكم وحنا نتكلم على الجواز الخاصة بالأفضل داخل القرة الإفريقية أفضل نادي أفضل لاعب أفضل حارس وأفضل منتخب ويمكن قبل الفصل كنت بقول لحضراتكم حسب المعلومات اللي عندي أن مصطفى شبير في جايزة أفضل حارس من ضمن أعلى 6 سبع حراس على مستوى الأرقام المتعلقة بجايزة أفضل حارس مرمى على مستوى قرة إفريقيا مفيش بأي بالزبط والاتحاد الإفريقي أعلا دلوقتي أن مصطفى شبير داخل ضمن أفضل خمسة بينفسه على جايزة أفضل حارس مرمى داخل القرة الإفريقية عشان عندنا يكون حارس مرمى النادي الآلي بينفس على جايزتين أفضل لاعب داخل إفريقيا على مستوى الأندية وأفضل حارس مرمى أرقام مصطفى شبير زي ما قلت حراركم كانت من ضمن أعلى 6 حراس على مستوى القرة الإفريقية وبينفس مين عند ريء ونانا حارس الكاميرون فوفانا حارس الكودفوار استالي حارس نيجيريا رون وليامز حارس منتخب جنوب إفريقيا داخلنا بتتكلم على حارس مرمى النادي الآلي بينفس أربع حراس مرمى كانوا موجودين في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة في الكودفوار حارس نيجيريا حارس الكودفوار الفاينل اللي كان بين الاثنين نيجيريا والكودفوار بتتكلم كمان على حارس جنوب إفريقيا اللي كان يعني صاحب سلسلة كبيرة جدا من تصديات لضربات الجزاء الترجحية خلال منافسات كأس الأمر وبتتكلم كمان على حارس منتخب الكاميرون فحنا بنتكلم على منافسة صعبة جدا ولكن الأرقام اللي كانت عندنا وحنا بنتكلم عليها لما بنقارن أفضل لعب داخل القارة مع أفضل حارس المرات دي مصطفى شوبيلو يمكن درقة ما تحققاش منذ سنواته لجدا يكون عندك لعب أو حارس مرمى تحديدا بينافس على جايزتين في جوائز زابست اللي ان شاء الله بإذن الله الاتحاد الأفريقية عاي سلمها في حفل كبير جدا في مراقش منتصف الشهر المقبل برضو بأكد تاني أن أرقام مصطفى شوبيلو في الجوائز دي قريبة جدا من اتنين من حراس المرمى حارس ماموليدي سانداونز وحارس جنوب إفريقيا وليامز وبنتكلم كمان على حارس منتخب كودفوار فوفانا الأرقام قريبة جدا في التصويت النهائي أتوقع بإذن الله أنا مصطفى شوبيلو هيتخطى فكرة الخمسة ممكن يبقى من ضمن أفضل تلاتة ونشوفه بإذن الله في حفل مراقش وفي نفس الأمر بالنسبة لجايزة أفضل نادي بإذن الله ان شاء الله هيكون هو وحسين الشحات في الصدارة ضمن أفضل خمسة على مستوى القرى الإفريقية دايما هنا أي خبر إفريقي الحمد لله ما بنتكلمش عليه إلا ما بيكون عندنا ثقة ومصادر مؤكدة وبعد وقت قليل جدا سواء احنا في الحالة أو في حالات أخرى بتتأكد لحضراتكم كافة المعلومات اللي احنا بنقولها بشأن كافة الأخبار والتفاصيل والكواليس من داخل مقر الاتحاد الإفريقي طيب ممنازمة بقى البطولة الإفريقية خلاص العد التنازلي لاستئناف مباراة دور الأبطال يعني المسافة والوقت ما بين ختم مباراة الدوري التمهيدي اللاثاني مع انطلاق دوري المجموعات خدت فترة زمنية شوية بعيدة نتيجة طبعا يعني برمجة تصفيات المحليين في توقيت كان من المفترض تقام في وقتها دوري أبطال إفريقيا ودوري المجموعات الجروب ستيج ولكن تم ترحيلها من شهر أكتوبر إلى شهر نومبر عشان يوم الثلاثاء المقبل زي بقرة الأهل هي الصديف استاد أبيتجان على استاد القاهرة الساعة 6 مساءا بتوقيت القاهرة في مباراة هيدرها حكم جابوني اسمه باتري كيمبيان هو اللي هيكون حكم مباراة الأهل واستاد أبيتجان وتوقيت الساعة 6 ده طبقا لرؤية وقرار مرسل كولر كل مباراة الأهل في القاهرة في جوالات المباراة الجروب ستيج كل اللي عايزة لعبها الساعة 6 سواء مع استاد أبيتجان أو حتى مع شباب بولوزداد أو حتى مع أورلاندو بايرتس ودي المباراة اللي هتتلاعب في مرحلة لاحقة عقب العودة من قطر طيب استاد أبيتجان بعت للنادي الأهل يمكن مخاطبة رسمية أو إيميل إنه هيصل إلى القاهرة يوم 24 يعني يوم الحد اللي جاي هيصل إلى القاهرة عشان يستعد لمواجهة الأهل يوم السلساء في افتتاح مباراة تدوري المجموعات في دوري أبطال إفريقي ده بالنسبة لمباراة الأهل والاستاد أبيتجان اللي بالمناسبة غريما بنسبة كبيرة جدا إن شاء الله الساعة الجمهرية هتكون 30 ألف مشجع على استاد القاهرة اللي الدولي وارتمنى بإذن الله ممكن الأعداد تزيد شوية خلال الفترة اللي جاي ولكن عدد مناسب جدا لأولى مباراة الأهل في دوري أبطال إفريقي طيب حاجة تانية عايزة أكلمكم عليها محمد الشنوي خلاص مش موجود مع منتخبنا الوطن لأنه مش هلعى مباراة بتسوانة للإنذار التاني فهو تواجد مع الأهل في التدريبات منذ الأمس على طول خرج من معسكر المنتخب تواجد مع الأهل في التدريبات منذ الأمس والنهاردة هيزهر في المراني الجماعي مع لاعبي النادي الأهلي والدوليين بإذن الله ينضموا للتدريبات هيكون يوم اللاربة طبعا النادي الأهلي نهاردة بيعمل ترايماتش كده مع إحدى فرق القسم الثاني اللي على فكرة بتولى تدريبها واحد من أبناء النادي الأهلي الكابتن محمد داشرف مباراة ودية كده بتتعامل في إطار التحضير والتجهيز لمواجهة الاتحاد السكندري وفرصة جيدة مرسل كولر بيدي يعني جرعات تدريبية ومباريات شوية لبرستاو محمد مجد أفشا قهرابا حسين الشحاب إمام عشور المجموعة اللي بقالها أكثر من حوالي عشر أيام ما بتشاركش في أي مباريات نتيجة توقف الدوري نظرا لمشاركة منتخبنا في الأجندة الدولية مواجهتي الراس الأخضر وبتسوانة في التصفيات الإفريقية بالمناسبة كمان الفريق بقر إن شاء الله أجازة وهيستاني في التدريبات يوم اللاربة تنضم الدوليين أو ينضم الدولين يوم اللاربة يعمل ترايماتش أو تدريبة خفيفة يوم الخميس يدخل معسكر ويلعب مع الاتحاد السكندري يوم الجمعة نتمنى التوفية رب للنادي الأهل أروح كمان لخبر تاني متعلق بأشرف داري أشرف داري خلال الساعات اللي جاية هيجري أشعة جديدة للأتمينان على إصابته وأنا زي ما أكدت وقلت قبل كده أشرف داري لا يعاني من إصابة مزمنة والتقارير الطبية بتأكد إن إصابات الكاحل ما فيهاش حاجة اسمها إصابة مزمنة ممكن طريقة العلاج بتختلف من مكان لآخر طريقة علاج أشرف داري في الإصابات ممكن كان في المغرب أو في فرنسا بأسلوب معين الجهاز الطبي اللي نادي الأهل عايز ينتهج استراتيجية مختلفة شوية في علاج اللعب عشان ياخد مساحة وقت إنه يقدر يرجع بجهزية أفضل عشان يكون فيه استمرارية في المشاركة في المباريات وتدريبات خلال الفترة اللي جاي فبطن منكم أشرف داري هيجري أشعة والمؤشرات من قبل الجهاز الطبي بإذن الله قبل نهاية هذا الشهر بإذن الله أشرف داري ممكن يكون موجود في التدريبات الجامعية وما فيش أي وجه استعجال خالص على مشاركة اللعب خلال الفترة اللي جاي علي معلول ناس كتيرة عايزة تطمن على علي معلول نهاردة بإذن الله يمكن فيه تقييم طبي أخير لعلي معلول قبل منحه الإذن للنزول للتدريبات الجامعية والمشاركة التدريجية في التدريبات حسب معلوماتي أن دكتور أحمد جبالة طبيب الفريق عايز يدي مساحة زمنية أكبر لعلي معلول قبل النزول التدريج علي خلاص سليم مفيش أي مشاكل خالص ولكن في حرص من الجهاز الطبي نكسب وقت عندنا مساحة زمنية لغاية شهر يناير ما نستعجلش من نص نوفمبر ممكن نستنى لغاية آخر شهر نوفمبر دي وجهة نظر طبية لدكتور أحمد جبالة وبالمناسبة عايز أقول لحضركم على حاجة عشان نقفل بس الملف ده نتيجة أن فيه ناس للأسف بتصطط كده في الماء العكر وبتحاول تعمل أزمة لواحد من نجوم وكبات النادي الأهلي الأهلي سيتعامل مع معلول وملف معلول على أفضل ما يكون وهناك تقدير كامل لعلي معلول من كل فرض في النادي الأهلي عكس كل ما يتردد فيه تفاصيل ممكن مش متاح نقولها لأنه ممكن تفاصيل تتعلق باللاعب وبعلاقة اللاعب مع النادي الأهلي دي حاجات ممكن ما بيبقاش متاح في الإعلام نتناقش فيها أو نقولها عالي ممكن يقولها يعني ده أمر شخصي يعني ممكن عالي معلول يتكلم فيه ولكن الرسالة عايزة وصلها لجمهور الأهلي تحديدا أنا كل اللي يهمني الرسالة دي توصل لجمهور الأهلي فيه ناس تانية مهما وصلت لها من رسالة يلاقي خلاص لها نهج معين ميكملة عليه بتطلع يوميا ما عندناش حاجة تقولها فكده بداية إصابة أشرف داري تجديد عالي معلول الشي النواة هيكمل ولا مش هيكمل فيه مشاكل في مسألة كولر أصلي جيله عروض تجديد عارف انت استنبا كده جاهزة ومتحدرة يوميا سكريبت جاهز لو ما عندناش حاجة نتكلم فيه طب لو الحاجات دي خلاص اتكلمنا فيه وحرقنا على مدار الشهر نخش في موضوع تاني اللي هو مثلا نتكلم فيه الشيبي والشحات اتصلحوا ولا ما تصلحوش كهرباء دفع ولا ما دفعش مش عارف مين اتخاني عارفين القصة اللي دايما الإعلام للأسف بدل ما يتناول موضوعات رياضية أو يجيب الخبر من مصدره على لسان المصدر لا بنقعد دايما نسمع حكايات وكأننا قاعدين على حكاو الأهاوي فاكرينها زمان هي الحكايات دايما اللي بنسمعها دلوقتي في الإعلام وفي السوشيال ميديا لكن بأكد لحضراتكم إن التعامل مع علم معلول عكس كل ما يتردد والأيام اللي جاية هتثبت لكم كل ده مع الوقت ولكن هنشوف إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية ده جانب متعلق بأخبار النادي الآلي حاجة تانية عايزة أتكلم عليها وهي متعلقة بالتعينات اللي هنشوفها الفترة الجاية في مباريات دور أبطال إفريقيا يعني اسمحوا لي كده في دي 2-3 هتكلم في الجزئية دي أنا عارف لما تنطلق منافسات دور الأبطال الناس هتعقد مقارنات فيه مطشاط كبيرة بيجي لحكام كبير وفيه مطشاط كان فيه حكام متغيره نتيجة أن أهمية المباراة دي لجنة الحكام في الكاف غيرت وأسنادت المباراة لحكام تاني هديكم مثلا على سبيل المثال مباراة الرجاء المغربي مع الجيش الملك المغربي دي مباراة في الجولة الأولى هتتلاعب في نفس يوم مباراة الآلي وستاد أبي جان هتتلاعب يوم 26 نوفمبر في ملعب العربي زوالي في كازابلانكا المباراة دي كان تم تعيين لها طاقم تحكيم من المالي بوبتراوري الحكم المالي طبعا حكم تاريخه التحكيمي مش جيد اتوقف قبل كده مرة أو مرتين فحصلت مشكلة كبيرة داخل لجنة الحكام فاتطر الاتحاد الإفريقي إن هو يغير طاقم التحكيم واستعام بتطاقم تحكيم سنغالي بقيادة عيسا سي طب لما تيجي تبص بقى على مباراة الأهلي من الحكام البارزين اللي موجودين على الساحة اللي هيديروا مباراة الأهلي المباراة الأولى استاد أبيتجان هنا في القائرة حكم جابوني اسمه باتريك مبيان هو مش من حكام الصف وقوي يعني هو مش من حكام المعروفين على مستوى قارة إفريقيا حتى في كاس الأمم لما كانت في القدفور ما كانش بيدير مباراة كبيرة يعني طب تروح على جوهانيس بيرج هتلعب يوم 7 ديسمبر مع أورلاندو بايرتس حكم موريتانيا عبدالعزيز بو برضو خبراته مش كبيرة هو دخل قائمة البروفيشنال يمكن موريتانيا عندها حكمين في قائمة البروفيشنال ده حمبيدة وده سيء الحظ دايما مع النادي الأهلي كل مباراة مع النادي الأهلي فيها أخطاط حكمية يعني كارثية ودلوقتي بدل ما يجيب ده حمبيدة في دور المجموعات وكان دايما بيجي حكم موريتانيا لأهلي خارج مصر تروح تنزانيا يجي لك حكم موريتانيا تروح جنوب إفريقيا إما يجي لك حكم من بنين أو موريتانيا فيه كده استنبا معينة ممكن تكون لها علاقة بالتنقلات والصفر فالكاف بيحسبها حزبة مالية أكتر ما تكون حزبة فنية فماتش الأهلي وورلاندو بايرتس ماتش تقيل جدا وورلاندو بايرتس استنادي في دور جنوب إفريقيا عامل ماتشات كبيرة ومنافس قوي لماموليدي سانداونز عبدالعزيز بو حكم موريتاني جيد ولكن هل خبرات وتسمح أن يدير مباراة كبيرة زي دي؟ ومباراة ممكن تفرق في شكل ترتيب المجموعة طب ده جانب لما تروح لمباراة الأهلي وشبابه لازداد حكم تنسي حسب معلوماتي وطالما تنسي هيكون واحد من الاثنين يا إما هي سنقرات يا إما صادق السلم لكن في جماعة الأحوال برضو لو واحد من الاثنين نتائجه مع الأهلي في الفترات الأخيرة دايما بتبقى فيه أخطاء تحكمية يعني يكاد تكون مؤثرة في نتائج المباراة بس لما تروح على مباراة فرق تانية في مجموعة أخرى هتلاقي حكم على أعلى مستوى طبعا مش بقول حكم مصري جنة يعني أمين عمر مثلا يحكم مباراة الهلال ومازنبي فمش هينفع يجي حكم مباراة للأهلي ولكن بتتكلم على حكام كبيرة زي مثلا ما بتتكلم على كل الحكام الموجودين في قائمة البروفيشنال معظمهم بيديروا مباراة في المجموعة الأخرى يعني المجموعة الأولى فيها الهلال ومازنبي ويانجي أفريكانز هتلاقي حكام على أعلى مستوى بيديروا المجموعة دي المجموعة التانية بتتكلم مثلا عن الرجاء والجيش الملكي ومماليج ساندون برضو بيتم اختيار حكام على أعلى مستوى لدرجة حتى أن المجموعة دي رايح فيها الحكام اللي هم كاتيجوري ايه الصف الأول اللي كانوا بيدير مباراة في الفاينال دور كاس الأمم سمي فاينال كاس الأمم حكام على أعلى مستوى بيديروا هذه المباراة فأتمنى أتمنى رغم أنها ضربة البداية في دور الأطال والجولات التلاتة الأولى اللي هيتلعبوا 26 نوفمبر و7 ديسمبر وغالما للقاء التالي 22 ديسمبر عاقب العودة من قطر فيما بعد يكون في حكام على أعلى مستوى خاصة للأهل طلع من المباراتين خارج مصر في جولتين متتاليتين هيسافر الأهل إلى الجزائر يلعب يوم 3 يناير مع شباب بلوزداد وبعدها على طول يوم 11 يناير هيلعب مع أستاذ أبيجان في الكود ديفوار في مباراة تلعب الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة هننتظر ونشوف تعينات الجولات الجاية بعد ختام أول 3 جولات في دوري أبطال إفريق عموماً دي كانت أبرز الأخبار اللي معنا منتخب بالمناسبة بكرة عنده مباراة تحصل حاصل هتكون الساعة 5 بتوقيت القاهرة يمكن للاتحاد الإفريقي حط المعاد الساعة 5 ليلة الساعة 9 نتيجة أن اللقاء الآخر ما بين موريتانيا والرأس الأخضر لازم يكون في نفس توقيت مباراة مصر وبتسوانا ليه؟ موريتانيا لو كسبة الرأس الأخضر تتأهل مع منتخب مصري بشرط أن مصر تكسب بتسوانا بشرط أن مصر تكسب بتسوانا طبعاً نتائج موريتانيا مع الرأس الأخضر في صالح موريتانيا يعني الرأس الأخضر مالوش أي حزوز في التأهل لكاس الأمة في الجولة الأخيرة ولكن المنافسة ما بين بتسوانا وموريتانيا نتمنى طبعاً يعني على مستوى العربي أن يكون منتخب الموريتاني مع المنتخب المصري والبطاقة الثانية مع المنتخب المصري في كأس الأمة نتمنى بالتأكيد ولكن بكرة هنشوف مباراة قوية جداً بتسوانا عنده حزوز لو كسب لقدر الله أو تعادل بيقرب بنسبة جميلة ويحجز البطاقة الثانية موريتانيا عايزة تكسب الرأس الأخضر تنتظر هدية من نتيجة مباراة مصر وبتسوانا هننتظر ونشوف مباراة بكرة هتبقى الساعة خمسة المباراة تتلقى في استاد 30 يونيو في الدفاع الجوي لأنه كلنا عارفين طبعاً أن استاد القاهرة حالياً في إصلاحات وبالتاليها جولة ختمية ما تعملش مؤتمر صحفي على فكرة النهاردة لمنتخب الوطني ومش مطلوب أن يعمل مؤتمر صحفي لو وقع الاتحاد الأفريقي مش بتلزم الاتحادات أو المنتخبات أنها تعمل مؤتمرات صحفية قبل المباراة ولكن إلزامي أنه يكون فيه مؤتمر صحفي عقب اللقاء ونتمنى بعد اللقاء نبارك للأشقاء في موريتانيا بالتأهل إلى كأس الأم عشان هناك فرصة كبيرة جداً أنه يكون فيه سبع منتخبات عربية مشاركين في كأس الأمم خلال ديسمبر 2025 المغرب البلد المستضيف مصر والجزائر وتونس وعند جزر القمر ولو موريتانيا أوكي بإذن الله إن شاء الله مع منتخب ليبيا هتبقى يعني رقم قياس كبير جداً سبع منتخبات عربية موجودين في كأس الأمم الإفريقية هتبقى حاجة جميلة جداً وعظيمة جداً سبع منتخبات من أصل 24 منتخب يعني نتكلم في أكتر من ثلث أو ربع منتخبات البطولة اللي هيشارك في كأس الأمم منتخبات عربية مع دولة شقيقة هي اللي بتنظم البطولة فأكيد ده هيدي يعني استعداد وقرنفال وأجواء جيدة في الظل إن البطولة بتتلاعب في دولة عربية مع مشاركة كل المنتخبات العربية فأعتقد هيبقى شيء إيجابي جداً تواجدهم في هذه البطولة لو معنا حاجة تانية ممكن من المنتخب أو أستاذ أبيتجان أوكي أو ممكن نطلع فاصل طيب نطلع فاصل وبعد الفاصل نبدأ نشوف أخبار منتخبنا الوطني والأجواء حالياً في أستاذ 30 يونيو والتحضير لمواجهة بيتسوانا بعد قليل أو تحديداً بعد الفصل طيب بالتأكيد ده منتخبنا بيستعد لمباراة بيتسوانا هي جولة ختمية بالتأكيد وتحصل حاصل ولكن المنتخب ممكن يعمل رقم قياسي إنك لما تكسب على الأقل خمس جولات من الست ومباريات في التصفيات المؤهلة لكياس الأمم ده رقم قياسي ما تحققاش منذ سنوات طويلة جداً توصل لستاشر نقطة ده رقم ما تحققاش عموماً كافة التفاصيل والأخبار والمعلومات عشان نعرف منتخبنا بيستعد الزي لمواجهة الغد مين ممكن يكون أقرب لمركز حراسة المرمى في ظل غياب محمد الشناوي كابتل حسام حسن بيفقر إزاي في لقاء بيتسوانا كل ده بالتأكيد نعرفه من خلال زميننا محمد توفيق موفد قناة الأهلي الموجود حالياً في ملعب المباراة اللي ستضيف لقاء الغد بين مصر وبيتسوانا إستاد 30 يونيو توفيق مسائل فل مساء الخير زمين العزيز محمد سعيد تحياتي ليك والكل المتعبئة ومشاهد قناة النادقة في كل مكان آخر الأخبار عندك وكفت بقى التساؤلات اللي أنا وجهتها لك في البداية بخصوص منتخبنا وللكل عايزي تطمن على آخر أخبار المنتخب كي المتخب محمد عطول بعد مباراة كاف فرد أو الراس الأخضر يوم الجمعة لفاتت الفريع على طول وصل فجر السبت المجموعة اللي ما لعبتش المباراة وما شركتش بشكل أساسي وكمان المجموعة اللي ما كانتش مسافرة أدت تدريبة هنا على ملعب الدفاع الجو يوم السبت بقيت اللاعبين دخلوا في التدريبات بالأمس الأحد والنهار ده كمان هيبقى التدريب الختام زي ما ذكرته وآخر بقى اللمسات الأخيرة على خطة المباراة يمكن على طول سبق تدريب منتخب مصر كانت تدريب منتخب بتسوانا وكان كمان كان لنا حديث ورقاء مع المدير الفني لمنتخب بتسوانا اللي اتكلم طبعا عن قيمة منتخب مصر ووصفوا يعني انه هو من واحد من أعرق في القارة وطبعا متصدر للمجموعة انها مباراة صعبة بالتأكيد حتى لو كابتن حسام حسن راح بعد الأسسيين وطبعا تحديدا غياب محمد صلاح عن المباراة ولكن طبعا يبقى ان كابتن حسام حسن عايز يد فرص لعدد جدا من اللعبين الصغيرين وده هو تهيامل علينا ضغط ان اللعبية دي كلها هتبقى عازة تقاتل ويعني تحجز مكان أساسي لها في منتخب كبير زي منتخب مصر كلم قالت بالطبع المباراة مهمة لنا في الصعود قالت طبعا هنحاول ان احنا نهاجم منتخب مصر على أرضه ولكن في نفس الوقت هنقمن دفاعيا نظر لخطورة منتخب مصر وكل اللعبي والنجوم اللي موجودين بالطبع ان شاء الله مباراة الغد يا محمد هتشهد عودة محمود حسن تريزيجي وعمر مرموش بعد كابتن حسام حسن كان أرحم من رحلة الرأس الأخضر وكمان مراوان عطية لعب وسط النادي الأهلي هيكون بإذن الله موجود في مباراة الغد ممكن انت سألت عن نقطة حرص المرمى إلى الآن يا محمد طبعا بالطبع الان يتضح الرؤية ممكن لسه حالا دلوقتي أنا معاك لحظات ويبتدي المرارة الأخيرة للمتخب ولكن طبعا يعني كل التكهونيات وكل الأخبار طالع من معسكر هو اتجاه الجهاز الفني بكابتن حسام حسن لإدفع بمحمد عود في مركز حراسة المرمى ولكن بالطبع التدريب الأخير النهاردة هنشوف لسه الأمور هتبقى ازاي وكمان بكرة رؤية كابتن حسام حسن أكيد هتتضح فيه الحداشة اللعبة اللي هيبتدو ولكن كل الأجواء والأمور هم مطمئنة للغاية وزي ما انت قلت محمد هي مبرات حصلية انت خلاص وصلت وفي المركز الأول ولكن تبقى فرصة بقى انك تعمل أرقام قياسية في عدد النقاط عدد الفوز في الموريات وكمان فرصة انك تدي عدد كبير جدا من اللاعبين الفرصة زي ما اداها الجهاز الفني بكابتن حسام حسن أمام الرأس الأخضر ان شاء الله بكرة كمان يشوف نجوم جديدة للمنتخبنا وان شاء الله يكون أعداد قوي جدا لما هو قدم الموعيد وخاصة كالسل المورة الفرقية بالمغرب عشرين خبسة عشرين ان شاء الله رب العالم يمكن اتوفي من الأمور اللي لفتل النظر النهاردة عن الجهاز الفني فضل ما يكونش فيه مؤتمر صحفي قبل المباراة وهو حتى مش ملزم بالنسبة لجهاز المنتخب نتيجة ان اللواح بتقول ان المؤتمر الصحفي يكون عقب المباراة مباشرة هل الكابتن حسام يمكن المرة دي يفضل ان يكون التركيز اكتر على المباراة مش محتاجي يتكلم كتير في اللحظات اللي زي دي هل لو عندك تفاصيل او عندك معلومات لفتل انتباهك شوية وانت موجود ما بين جهاز المنتخب ولا لعبين حالان في ستاب تلاتين يوم محمد زي ما قلتك احنا في انتظار التدريب يبتدي مفروض كانت تدريب محدد للسادسة واروب لكن يمكن اللاعبين جوه غرف الملابس بقضوا صلاة الاشياء وعلى طولها بأيكاة يبتدي التمرين يمكن سألنا على موضوع المؤتمر صحفي وفيش حتى للجانبين يا محمد لا منتخب بيتسوهان عمل مؤتمر صحفي ولا كمان صحيح ماتخب مصر كنا طبعا مع زملائنا في المركز الالامي للمنتخب فقالوا لا يعني جهاز يمكن قافل يعني مدرب بيتسوهان اتكلم معنا زي ما قلتلك قبل التدريب بتاعهم ولكن المنتخب مصر لجهاز الفن حدا يتكلم منه ولا اللاعبين كابتن حسام حسن يمكن مركز شوية انت عارف انها مباراة زي ما قلنا تحصل حسن محمد ولكن هو بيدفع بعدك كبير جدا من اللاعبين لأول مرة في صفوف المنتخب عاوز يشوف لعيبة كتير جديدة يمكن قافل شوية لغاية يبقى الصعود لكن حتى تتكلمنا فقاله ما فيش اي كلام عن اي حاجة في المباراة خاصة يعني في الجانب الاعلامي او للصحافة الا عقب ان شاء الله مباراة بتسوانا غدا زي ما انت ذكرت في المؤتمر الصحف عقب المباراة ممكن اعتقد زي ما انت قلت اللواح بتديله عريحية شوية في انه يعمل او ما يعملش فهو كابتن حسام حسن وجاز الفن المنتخب فاضي انا ما اعملوش مؤتمر صحف يبقى الكلام عقب الصعود خلاص احنا ساعدنا لكن عقب الصعود وانتهاء مباراة التصفيات بشكل كبير وبإذن الله اهم حاجة زي ما قلنا الاداء الفوز وبإذن الله محمد يكون الاداد اللي هو قدم بإذن الله وبطرات مهمة جدا اولها بإذن الله رب العمين كسر امام افرقية عشرين خانسة عشرين بإذن الله زي ما انه محمد توفيق مفد قناة الاهلي من مقر تدريبات منتخبنا على استاد تلاتين يونيو دينا كافر التفاصيل مضعلقة بمنتخبنا الوطني وصورة حية من ملعب المباراة هيستضيف لقاء الغد الساعة خمسة بتوقيت القاهرة دلوقتي معادنا مع الفقرة الحوارية فاصل وبعض الفاصل النقد الرياضي الأستاذ عبد الحكيم أبو عالم وملفات عديدة هنفتحها ونتكلم فيها النهاردة وأكيد هيكون عندنا أخبار ومعلومات جديدة تخص جماهير النادي الأهلي في كل مكان أهلا بحضركم من جديد والفقرة الحوارية اللي بالتأكيد بيناورنا وشرفنا فيها الكاتب الصحفي والنقد الرياضي الأستاذ عبد الحكيم أبو عالم اللي عن الكلام معه ملفات مهمة جدا أكيد السوشيال ميديا كلها بتناقشها في الأيام الأكيرة وكمان فرصة نعرف منه بعض الأخبار والمعلومات الجديدة اللي بتأكيد جمهوري الآلي مستنى يعرفها في الأيام المقبلة أستاذ حكيم إزايك مناور الدنيا وأهلا بيك في برنامج التريند أهلا وسلم بيك بس محمد وبسعيد اللي موجود معاك أحنا أسعد بالتأكيد وفرصة نفتح معاك ملفات مهمة جدا ولكن هبدأ معاك الأول بلقاء بالأمس كان على ششرة الأهلي من خلال الكابتن أحمد شبير في وجود الأستاذ أحمد حسام عوض عضو شركة الأهلي لإنتاج الإعلامي واللي لتكلم في ملفات مهمة جدا ليه علاقة بمسألة المداخل المالية وعقود الرعاية والإعلانات والطرجة اللي الشركة بتشتعل عليه للفترة الجاي ليه أبدأ معاك الحوار دا؟ لأن في حلقة سابقة يمكن للأسبوع اللي فات كان أستاذ حكيم يتكلم في جزئيات ليه علاقة أن النادي الأهلي بيسعى لتنمية الموارد من خلال أفقار جديدة تتعلق بعقود الرعاية في السنوات اللي جاي فاكر؟ احنا اتكلمنا في الاسبوع اللي عد فعلا نقولنا النادي الأهلي بيشتغل مبكرا جدا لملف عادة الرعاية بينتهي في شهر 8 أو شهر 7 25 ممكن بعد الكلام دا ناس كتير على سوشيال ميديا تقول لك أصين تو عشان قناة النادي الأهلي لكن طلع الأستاذ أحمد حسام عوض عدو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي الأهلي وأكد نفس الكلام وقال لك أننا بنشتغل كمان أنت جزء مهم جدا من دورك كنادي أهلي مش أنك تبقى ممثل جيد للكرة القدم أو في جميع الألعاب أو أنك تجيب بطولات أو كمان تصدر تبقى مورد مهم المنتخبات في اللعيبة لك كمان لك أدوار تانية دور مهم دور تنموي ودور اجتماعي ودور كمان أنت بتمشي مع سياسة ورؤية الدولة سياسة ورؤية الدولة إذا كانت بروحت مثلا تعمل فرع التجمع الخامس اللي هو قريب جدا من العاصمة الإدارية واشتغلت عليه وفتحته وخلى الدنيا اشتغلت في المنطقة زي ما أنت عملت فرع الشخزية ده جزء من دورك كمان دورك اللي قاله مبارح الكابتان أحمد حسان عوض ممكن حتى ما وضحوش هو تكلم فيه خطة عامة أن أنت دورك زي ما الدولة بتحاول توجد مدخيل للدولار اللي هم للصعبة أنت التاني دورك أن أنت بتروح وقال لك مبارح أننا بنشتغل على أجوزات نحن نجيب شركات أجنبية طبعا من رعاة النادي الأهلي سواء شركة طبية أو شركات رعية كمان اتكلم على حاجات كتيرة جدا تتعلق بالاستثمار وأننا مش النادي الأهلي أن في مصر فيه جاب كبير جدا ما بينك ما بين الأندية اللي بره دي ممكن يفسر لك قدية حجم الديون اللي على بعض الأندية اللي هي ما بتشتغلش على جزئية التسويق الرياضي وأن انت عرف تسوق المنتج بتاعك وما تقولش مثلا أن انت ما عندكش جماهير زي النادي الأهلي وانت ما عندكش بطولات النادي الأهلي بيحققه بطولات نظامه وسيستمه وتسويقه في جزئة أحمد حسام عوض أستاذ محمد أنا عايز بس أتوقف عند جملة بعيدة عن جزئة الفلوس والنادي الأهلي بيشتغل وبيشتغل في سكة أن انت تنمي مواردك أن انت بعد مثلا توصل رقم أعلى من الرقم اللي انت وصلت له وكمان انت لو كان عندك مشكلة قبل كده في التعقدات يعني مش هي مشكلة في التعقد يعني كنت توجد صعوبة في أن انت مطلوب منك مليون ربعمائة وخمسين ألف دولار شهريا زي ما المهندس خالد مرتاجي قال من حوالي أسبوع لكن أنا عايز أتكلم عند نقطة أن انت كيف تصنع كوادر رياضية ودي حتة أن انت مش بتيجي رئيس نادي أو مجلس إدارة نادي بتيجي دقضي دورتك تحقق بطولات زي النادي الأهلي وتمشي لا دورك أن انت بتسلم اللي بعدك كوادر إدارية مؤهلة أن انت تمسك مناصب في النادي الأهلي أو مناصب في الرياضة بشكل عام بعد أربع أو خمس أو ست أو سبع سنة الكلام ده مش هتلاقيه إلا في النادي الأهلي ودي مش مجاملة عشان حان في قناة نادي الحقيقة تحمد حسام عوض مبارح بص له كده وشوفه وبيتكلم شوف الفكر شوف الستراتيجي شوف الرجل اللي بيكلمك فيه وليك حابين جيب منظومة طبية تشتغل من ناحية يتوفر لك الفلوس اللي أنت بتصرفها حالة بصراحة مبارح مع كابتن أحمد شوبر بأمانة كانت فيها تفاصيل إيجابية جدا ومناقشات حوارية تقدر تطلع بمعلومات وتعرف كمان يعني تفكير الكوادر للشبابية اللي موجودة داخل النادي الأهلي بمدرنا أقول حكا أنت مثلا واحد زحمة حسام عوض ده كادر أنت بتبني المستابل زي مثلا أمير توفيه حتى لو أنت اختلفت مع رؤيته ده كادر بتبني المستابل زي ما أنت عندك كابتن حسام غالي كادر بتبني المستابل هو كان لعب رائع بس أنت دلوقتي بتتكلم على إداري بتحول تطوره إداريا عندك كان كابتن صاحب الحفيظ برضو بنيت وبدأ معك من تح من أيام كابتن حسن حمد ناس كتير جدا بتشتغل عندك دكتور محمد سراج عندك محمد الضماطي عندك مهند مجد مش عايزة عندك مي مش عايزة أنسى أسماء ده حتة مهمة جدا مبارح وانت قاعد بتتفرج بتبقى مفسوط تبقى فرحان مين في الأندية تعالى معلش هناخذك في حتة بره السياق قدر تقول لي مهندس هانا بوريدة بنيت كادر مش بعيد مش موجود دكتور حسن مصطفق وهو شخص عظيم جدا رئيس للتحدي حطيت مين ككادر يجي بعديه بعد كم سنة عشان تقدر تعمل الكلام ده ده إذا عملته الناد الأهلي بيحضر الكلام ده من بدر جدا هتقول لي الفاري بعيدة جدا أقول لكم الفاري مش بعيدة انت ناس كابتن محمود الخطيب بني تحتي أجيال نائب رئيس نادي عضو مجلس ده ده رئيه الكلام ده كله جبت لحد عضو مجلس زرلة تحت السنه كابتن حسن غالي في شركة ده كتر قدم أحمد حسن عوض ده انت مش بيبنيه وبتأسسه وبتديله فرصة ان ياخد اخد بالك المسؤولات ده الشام السهب طب أروح معك بقى للماليات شوية في تفكير فعلا ان ممكن يكون فيه أرقام مالية لعقود رعاية من خارج مصر بحيس ان يكون فيه الدخل دولاري في السنوات اللي جاي طبعا فيه تفكير ما هو انت السنة دي كرعاية وكبس فضائي لا بس فضائي انت محكم بحاجة هنا برضو هتفضل واقف قدامها كتير اللي هي جزئية ان انت الشرط البس اللي هي بقى لك سنين بتتكلم فيها وهتفضل انت أسير للجزئي والنادي الأهلي بيتعرض نظوم لان انت بيبيع بس جماعي آه لك النسبة الأجمور بس هتعرض لزوم انت على بس انت طلع النادي الأهلي من المعضلة النادي الأهلي بيروح للحتة دي الدولة سياسيتها نفسها انك توجد موارد استثمار بالدولار فانت نفس القصة انت عندك شركتين بالفعل موجودين في عقاد الرائعة الحالي لكن انت بتحاول تشتغل على جزئيه تاني انت بقى الكمان العقد نفسه بالدولار ودي ممكن نتكلم فيها كابتان حسنا وحا مش بنقولها عشان مثلا ده احنا بنجيهم عنده انت الشركات بتحاول تشتغل على ان العود بتاعتك بالدولار وده شيء مهم جدا انت تدي الفرصة وانا اعلم عن الكلمة تدي الفرصة لنادي الأهلي انه يشتغل في الحتة دي لان النادي الأهلي بره سيد محمد وحنا طلعنا انا وانت واصدقاء صحفين كتار وشوفوا النادي الأهلي بره هي الكلام شعبية النادي الأهلي بره في الدول العربية مش بالكلام مش اقولك انا مثلا انا الاكبر شعبية في الوطن العربي مش بالكلام مش بالشعرات مش بالشعرات مش هنطلع أولك دلوقتي في برهنوك تلفزيوني ان النادي الأهلي أعلى شعبية هي القصة مش كده القصة على حدك إيس وانت بتطلع بره وانت بتروح الامارات وانت بتروح السعودية وانت بتروح الكويت وانت بتروح قطر وانت بتروح الجزائر المغرب وانت بتروح أي مكان في العربي وافريقيا وحتى عالمي شوف دلوقتي اسم النادي الاهلي قدية انت رايح انت الكونتيننت رايح كاس على مندي عشرين خمسة وعشرين شوف لما انت وفد من عندك طالع رايح كاس على مندي الحكورة بنتكلم من اللي سواء ده لنا فيه مين هيتطع قلت لك النادي الاهلي سهيدرس الموضوع بس عشان بعض المسافة كابتل محمود الخطيب كنت تم العلاء ناس بكابتل محمود الخطيب والمهندس خالد محتاج تخيل بقى انت وفد رايح النادي الاهلي يحضر 30 أو 32 وفد من أعلى عندية العالم الكلام ده بكام احنا اتمنى ان احنا بقى فيه مساعدة نتدنا ده الفرصة ان يقدر تساعد تدير بوش في الحتة دين يجيب شركات تشتغل في السوق المصري بس معلوماتك انت في شركات فعلا جاهزة في أربع شركات موجودين أربع شركات أربع عروض أربع عروض موجودين أوكي عندك منهم واحدة مبارحة اللي سوف أتكلم عليها جزء الطبي بتاعتها دي وفيه ثلاث عروض تنين موجودين بس العضية كلها انت برضو لازم تدي النادي الاهل ده فعلا يتخليه يشتغل في الحتة دي أكيد أكيد طبعا طيب عايزة كلامك برضو في مشاركة الاهل في كاس العالم الأندية هو تحدي جديد وفخر جديد للكرى المصرية والكرى العربية لكن هل التناول الإعلامي مواكب الحدث وأهميته كاس فيفا انتر كونتنانتل في قطر منديال الأندية في أمريكا شايف فيه إعلام بيناقش التفاصيل دي لا احنا بنناقش ان وسامة أبو علي هيمشي بنناقش ان محمد الشنوي عايز ياخد ربعمائة وخمسين مليار بنناقش ان برسته ومش لقين له عرض ده اللي بنناقشه للأسف يعني أقول لك ايه انت عايز الحية أه الحية طبعا وهو ده اللي بنناقشه دلوقتي لما تيجي تقول لك احنا بقلنا ثلاثة يام بنسمع خبر كده وأنا والله العظيم تملي حتى بقول كلمة خاطب لغة العقل يعني محد كمتلق انت يعني العقل اشتغل بعقلك يجي يقول لك ايه يعطيها طالله الاهلي هيفعل بند الشرق طيب ما انا من شهرين جايبوا اعارة لمدة سنة مقابل مبلغا ما هدفعوا عن تفعيل بند هتفرق ايه نا وفعلت البند دلوقتي من شهر 6 اللي هتفرق بالنسبة فبعيدا عن حتى يعني انت اشكالية الطرح اتكلم فيها انا بدل ما اروح لحتة ان انا كسل عالم اندي عشان 32 فريق بدل ما اشتغل على جزئية ان انا اشوف مين اللي رايح في الـ 22 من الوفود اللي رايح اشتغل على جزئية النادي الاهلي مين هيبقى موجود معك مين مش معرب مين منافسين الاهلي مين الفرق اللي هتشارك مين اللعيب البر أنا اقبل لك تهد حتى لو بالخطأ في الحيط ان اقول بس الاهلي بقى في تصنف رابع عارف لو طلع واحد وقال لك تعال انا اكتهد ونحط تصنف على فكرة انا تقبلها منه ليه هو بيتكلم في الحدث بيتكلم في كورة لا بيتكلم في حدث رياضية صغيرة ولا هي القصة كلها مرتبطة بالموضوع ده شيئة ام بيت دي اعلى بطولة خد بالك فيه لعبين منتخباتها ما بتبديكش الفرصة انها تشارك في كاس عالم يعني مثلا زي هالند في النرويك ما بيروحش كاس عالم لانه منتخب بلاده مش في المستوى القوى اللي بتخليه يروح ففيه لعيبة جات واعتزلت ما راحتش كاس عالم كاس العالم لاندي دي بتدي لعيبة معينة فرصة لان دي بمشاركة 32 فريق بتدي لعيبة فرصة انها تروح تلعب كاس عالم وتعيش أجواء كاس عالم فيه لعيبة عندك وده عندك انت عايزة تقعد وبتقتل انها تقعد لمجرد مش عشان خاطر الناد لأهلي فقط لأ عشان خاطر كمان تبع عندها شرف ان هي لعبة كاس عالم لانديها الكبير قول لي مين دلوقتي في المنظومة اللي احنا موجودين فيها بيحاول حتى يكتهد شوف ما قولك حاول حتى يكتهد يكلمك عن كاس عاملا دي يكلمك عن الانتر كونتينت بيحش يا سيدي مشهور كاس عاملا دي هلأ في شارك جاي حتى الانتر كونتينت يكلمك احنا عدين نشكك بقى في ايه اصلا تاخد كاس تانية كاس التحدي اصلا دي هتحسبها شهر طب انت عم تقوم مشكلتك في الحياة ان انا بنافسة للمدريد انت دي مشكلتك في الحياة ان الاهل تقول انها هياخد كاس التحدي طب يا سيدي انا على فكرة انا هو واحد لو الزمالك او اي نادي عنده الموضوع ده انا هقولها صراحة وبالعكس ده انا هو عظم الموضوع ده واتكلم عن المنافسة شيء مشروع لكن الا تخرج عن النطاق الطبيعي يعني بمعنى ان انت اتكلم زي ما انت عايز الا تخرج عن المألوف عن المألوف اه يعني الا تخرج عن المألوف في كلام يعني لا هيقدم ولا هياخر بس بنعمل شو على الشاشة يعني مثلا تقدر تقول الاهل واخد 44 دولي دي حقيقة تنفع تغيرها لا حقيقة رقمية معروفة حقيقة رقمية نفس الموضوع الاهل بيشارك كممثل الكرة المصرية واحد من اربع فرق في الكرة الافرقية في كسه عامل عن دي مش هينفع تغيرها مش هينفع تشاكك فيها مع كامل الاحترام مش هينفع تشاكك فيها طب هو لي الناس دايما وحدنا في سكة بيرستاو في الصيف كان هيمشي وبرستاو كمل كمان شهرين لا بيرستاو ماشي في يناير وسام ابو علي عند عروض الشناوي هيجدد لا مش هيجدد انا حتى النهاردة في بداية الحلقة او انا بتكلم على الاخر اخبار الاهل والانترو قلت جمعا مسألة التجديد بالنسبة لللاعبين هتسير وفقا لرؤية المدير الرياضي في السراتيجية وضعها بالنقاش كده مع الكابتن محمود الخطيب قبل ما نقعد مع اللعبة ونقول ده هيجدد ده هيقعد سنة سنتين ليه الناس ما بتروحش للمناطق دي ودايما يخش في تفاصيل ده هيفعل بند الشراء ده هيمشي في يناير ده هيجدد ده هيمشي هو انت طبيعي وعلى عرض الواقع مفيش اصلا معلومات مؤكدة من كل اللي بتقاه مفيش لعب طلع يتكلم صراحة او تلميحا حتى عن ان هو مثلا عايز يمشي من كل اللعب اللي انت موجود ما ده اللي انا بقولك عليه انت بتتكلم على لعبة موجودة عندك اللعبة بتقاتل عشان عندك انت راح تلعكس عامل عن دي وتلعب انت مفيش لعب يقولك مهما انت شاهدت وسام أبو علي لما الناس تكلمت على عروض اقتلح هنا في المداخلة في قناة النادل قال لك ايه قال لك انا باقي صح وهلعب كسر عامل دي عشرين خمسة وعشرين والموضوع اتقفى والموضوع اتقفى ليه وبعد كده يقولك احنا ملأ طبعا نخلص ازاي واحنا عايزين مادة نشتغل عشان نطمس حاجات تانية الاهلي بيعاب مش حازلنا عظمها يقولك قصد الاهلي قعد وعد العقد وسام أبو علي ايو انا جايب لعب بعيدا عن الموضوع ده شأن داخلي الكابتن محمد رمضان ومرسل قولر وسام أبو علي بس انا بتكلم انا لعب جايبه من 8 شهور جايبه من 8 شهور او من 9 شهور هعدل له عقد بعد 9 شهور عشان جاله عرض طبعا الاهلي عبت الاهلي 24 لعب او يجي لهم عروض مفيش لعب بيلاعبش في النادي الاهلي انت في النادي التوب في الاهلي او في افرادك طبعا هيجي لك عروض ولو ما جالكش عرض زي ما كانت صعب حافظ تبالي بيقوله الجملة دي يبقى في حاجة غلط في الموضوع اكيد يعكبتن سيد بيعجبنا متفكرك كانت نسيد بزرعة يقولك ايه يقولك انت يا جماعة بتندهش من الاهلي يعني هي عيب ان انا اقول لها لا ما جاله عروض ما لو ما جالهش عرض بقى في مشكلة موقفه ايه وهو متفاهم وجهة نظرنا كنادي ايه خد بالك اللغراتمات دي محدش يفهمها الا الناس اللي عندها تسامح مع نفسها وعندها اعتراف بالحقيق طيب فيه نقطة انت قلنت عليها في الاول المتعلقة بعقود الرعاية والاعلانات وممكن ده يكون فيه مداخل المالية بالعملة الدولارية تفيد الاهلي في السنوات اللي جاي هل الامر ده بخلاف الكورة مش هيبقى ايجابي انك بيدعم بيه الالعاب الجامعية اللي في النهاية لا بنشوف التحدي السلة بيساهم في ده ولا التحدي اليد بيساهم في ده ولا التحدي الطائرة اللي عنده انتخابات بيساهم في ده كل تحديات عندها انتخابات هل حد يقدم في برنامجه إيه الكريات المادية اللي يقدمها للأندية بالعكس بياخد فلوس من الأندية نقطة مهمة جدا اللي انت تتكلمت فإنس محمد لاني المهانس خالد مرتج على الألعاب الجمعية اللي ما بتجيب لكش حاجة وانت بتعملها لعدة أسباب أهمها ان انت مش عشان تحقق بطولات بس عشان انت بتبقى إمداد لعبال المنتخبات بالضبط طب تعال بص النادي الأهلي مثلا لو جاي قالك طيب أنا دلوقتي اللي عبدي ما بتجيب ليش فلوس وانا هتطرق قلص عدد اللعبات دي طب ايه المشكلة انت دورك كلجنة أولمبية هنا ليك دور مهم جدا انت بتطرق على فكرة أنا بس عايزة أفكر ناس بحاجة الله يرحمه الوزير لعمري فاروق نايب رئيس النادي الأهلي كان مرة في جامعية عموية للسلة على ما أتذكر فعرض فكرة ليه جماعة ما نبقاش عندنا كلمة البس الفضائي لمباريات السلة وتتباع خد بالك ده انت وانت بتنتج الكلمة دي وانت بتطلع مشروعه وفكرة القصة دي انت بتوجد مدخيل وبتوجد فلوس لأندية لكل الأندية مش لأندية طب ليه اللجنة الأولمبية باعتبارها وما تقوليش كل الاتحاد بيشتغل سياء انت مش هتجيب التحاد اليد تعلمه مش هتجيب التحاد السلة تعلمه مش هتجيب التحاد الطائرة تعلمه مش هتجيب كل التحادات تعلمه فيه مظلة فيه مظلة لجنة الأولمبية ليه انت محطيش برنامج ان انت تعال يا باشا تحط موارد استثمار موارد تسويق أنا مش هفضل مدى الحياة معتمد على أن فيه أندية بتشتغل بدرعها فيه أندية بتشتغل لأن هي بدرعها فعلا لأن الناد الأهلي حتى لو حاول تسويق الفرق الجامعية مش هيئة ما بايت الكرة القادمة هي اللعبة الجامعية اللي أقولها في مصر آه فيه اهتمام شوية باليد فيه اهتمام بالسلة بسي فيه الأول في الآخر أنت كلجنة أولمبيا فيه المشروعك فيه المشروعك اللي أنت قدمته للموضوع ده ما تقوليش مش بس فضائلها يا باشا صباح الخير ده المباراة الناشين دلوقتي قربت في الكرة إنها ممكن تتبعها تخش بقى السلة واليد والطيرة والكلام تقولي أنا ما باعش حوال حاجات دي إن بارحت مطش اليد بيتزع أهل وزمالك النهاردة فيه مطش للطيرة هيتزع يعني مطشات الألعاب الجامعية دائما بكلها بتتزع وعليها إقبال جامعية جميع واخد بالك يا سبح محمد أنت لما تزع المطشات دي هيبتي توجد رعاية بقى تبتدي المعلومة تروح للحاجات دي أنت للعاب الفردية لما تاخد بطولات برا لسكواش ليه لسكواش دلوقتي عند كل اللعبات لأ كل لعب عنده راعي واثنين وثلاثة موجودة على التشارة بتاعه ليه لأنه دلوقتي ابتدت مطشات الاسكواش بتتزع ابتدت فيه بطولات في مصر بيتم التعمل هنا وبتتزع على القنوات فابتدأ توجد موارد فأنا هنا مش قصة أن أنا بساعد وما بساعدش قصة أن أنا بساعد لأنه هتكمل المسيرة تعال لنادي أهلي بيه مثلا بيشتغل على 21 لعبة لو ندي أهلي جهة صحي من المنزلاتي بكرة وده على فكرة على فكرة لو عملت أنا شايفه أن الجراء طبيعي جدا لو أقال لك لأ طبعا الواحد يعيشين أخلهم 12 عشان أدرس في كويس حدرت بنعوه أنت بقى لك سنين أنا بعاني بس أن الانتخابات هتأثر نتيجة أن الاتحادات مش عامية بدورها وغير كده أنت دورك دورك مش رياضة بس أنت دورك لك دور أن أنت بتنشئ نشأة سليمة للناس لما بتوفر لهم بيئة مناسبة للرياضة أنت كلجنة أولمبي قبل أن ما بتفكر في أنت طبعا كلنا عارفين أن الأستاذ ياسر إدريس هو أخذ كسم التخابات التحاد السباح وعايز يحافظ على منصوبه قول لي أنت مشروعك اللي أنت اللي انت خابت في شهرها بريد قول لي من دلوقتي لحد شهرها بريد قدم لي مشروع إيه اللي هتعمل للألعاب هي القصر مش بتقعد على الكرسي تبريس اللجنة أولمبيا وتشتغل على أولمبياد 2028 اللي إحنا كل دورة كل دورة بنتكلم عليها ونوصلها هنحق أربع مديليات وثلاث مديليات إحنا لا نجحين إن إحنا نوفر بيئة مناسبة للعب ولا نجحين إن إحنا نروح نحق مديليات هنعتمد بقى على إيه وأنا أخذ بقولك من دلوقتي هو هنشتغل على سكواش ورب أن يسرع على سكواش عشان سكواش إحنا دي لعبة رايحة أولمبياد هتبقى موجود في طرف فهنشتغل إحنا مصنفين وأنا بقولك هو في دول جاية وأنا كنت في بطولة قطر دولية لسكواش دولة كده تدت تحط الدول تشتغل عليها فأنت هتشتغل على سكواش أول ما بقيت الله بقى لعبة أولمبية فتدت التحالي والدول تركز معا طبعا دلوقتي أنت كلاجنة أولمبي لا بتشتغل على توفير بيئة مناسبة لله ولا بتجيب لي المديليات طيب إيه الأجندة التي بتعملها لي أعيش في أحلام أربع سنين أنا على فكرة ما عنديش مشكلة أنك تشتغل على المديليات وده حقك بس يوفر لي بيئة مناسبة للهندية أنها تجيب فلوس من الألعاب دي يعني أنت دولوقتي لما تجيب بيئة بس فضايا وتوجيد وخد لك البس فضايا دا البداية الألعاب ديه تعرف تطور من حتة تسوقية تعرف تبيع تشتغل على فكرة أنت لو عملت الكلام دا سنتين والتالتة هتلاقي الناس زندية أهلي يعمل مزايدة منفصلة لرعاية ملابس الألعاب الجامعية والكلام دا أنا أقول لك وعلى مسؤولة الشخصية مزايدة منفصلة طبعا أهلا وسنتين تالفة زعت أنت متخيل لما أنا زع مطشات سلة ويد وطيرة دايريكت على طول مش قصة أنك تزع لمطش وثلاثة أربع يعني مثلا أهلي بلعب الترمي مبارح تقول لها مش هزيعه لا مواء أنت لازم عندك ألية توجد تزيع باعتبارك المظلة هي القصة بتاعتبس الفضايا دا سيد سامير زهر الله يرحم على الكابتن حسن حمدي الله يرحم وعلى بالضبط كابتن ساميرك وتعلم مقترح الموضوع دا وابتدت في التسعينات مش عارفة ومش متذكر طبعا هي قصة كانت بديتها كده فأنت لازم يا باشا توفر للأندية وعلى فاكرة الكلام دا أهلي زمالك التحاد خد بالك التحاد سكندر كان فيه تصريح لسه أسيد محمد بقولك أن 70% من فروز بيصرفها الأسيد محمد مصيرح أسيد محمد مصيرحي مشي التحاد سكندر هيعمل ايه الأندية تتشتغل ازاي صح أنت لازم كالجنة علمية تحط مشروع بالنسبة لك أن المشروع دا تقدموا للناس إيه هو المشروع بتاعك النكتول أنا عايز أوفر موارد داخل في الألعاب الأخرى بعد عن كرة الخادم طبعا طيب هروح للتفاصيل السريعة كده لألقى بأخبار الأهلي اجتماع الكابتن محمود الخطيب بالأمس مع الكابتن محمد رمضان لو في تفاصيل ممكن تتعلق بالمرحلة اللي جاية لسه الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد رمضان بيشتغلوا اجتماعات على فكرة متواصلة يمكن الصورة اللي ظهر دي بتطلع صورة كده في الناس بتربط لكن الاجتماعات دي على فكرة لا تتوقف يمكن بس بتبنك أن أنت لما بتروح التمرين الكابتن محمد رمضان موجود في رجلس داره وبيكتمه ليه؟ أنت بتشتغل بنظام على طول بشكل يومي عشان أي ملف عندك بتعالق ولكن اجتماع بارح كان متعلق باللي أنت طلعت وكسرت الدنيا فيهم وخلص خلصت الموضوع ما أنت خلص معاد السفر أعلنته وكل التفاصيل أنت هم كان بيتكلموا بيتكلموا أنت طلعت أعلنت كل اللي هم كان مفرض هيألموا فخلص خلصت الموضوع معاد السفر لقطر فندو الإقامة ملعب التدريب تقرير اللي كان النادي الأهلي شارك في ورشة عمل في الاتحاد الدولة الكريطة القدم كان في العصمة القطرية فبيناشوا الموضوع واتطرقوا لبعض الملفات الخاصة بسفر أولانتو بيرتس جنوب أفريقيا برضو التجهيز مثلا لمطش استادة بيتجان حاجات المتعلقة مثلا بالحاجات اللوجستية بتاعت الفريب برضو تطرقوا الجزئي التجديد وتنديد العود وده شيء على فكرة طبيعي جدا ده شيء كويس إن احنا الحقيقنا الموضوع بدري بدري آه ما انت خلصت الموضوع من قبل بس فهنا كابتن حمد رمضان كم بص خدالك بيشتغلوا في كل الملفات مع بعض في كل الملفات مع بعض ما فيش أي حاجة وتقعد مع المدير فالمدير فاني بيسمع كابتن حمد رمضان بيكتمع معه كابتن حمد رمضان بين الصور كابتن حمد خطيبوا يتشوروا في الأمور حتى سفرية مثلا جاروب أفريقيا اللي هي يوم 7 ديسمبر الأهل بيشتغل عليها من دلوقتي من دلوقتي بيشتغل عليها من دلوقتي بتتدي يحضر الأمور وتأشيرات مهند السامير عادل مبارح بتتدي يطلع القرار الوزارة وتتدور يتشتغل رغم أن أنت عندك شفى استادة بيتجان في الأول أو تتكعد دور الأبطال والمطش التاني ده وعندك مطشة دوره في النصر أنت بتتشتغل على السفرية ودي كل ده النظام اللي أهل بيعمله على طول أكيد طيب برضا روح معاك لجزئية تانية بس أسألك فيها سألها سريعة تتوقع تصنيف الأهل في مونديالي الأندية أول تاني تالي تالي ترابع أنا بسجل بس معاكوا الفترة لما يتم الإعلام وشوفوا جهات النظر ممكن تتطفق مع الرؤية واللي هيعلنوا الفيفا نهاية الشهر ولا لا توقعي يبقى تاني توقعك يبقى تاني تاني أو تالي يعني أنا توقع تاني بس خد بالك أنت نهما كانت في حيادية كاملة من اتحاد الدولة أو اللجان أنت بتروح لجزء بيرتبط بقرة أوروبا شيئا ما بينه في قرة أوروبا ومريكي الجنوبية بتتجامل وده اللي أنت تكون تنتينت أنت ريال مدريد بيروح 48 ساعة عشان ياخد بطولة ويمشي بالضبط ففيه انحياس شوية لقرة أوروبا فممكن تتوقع أن أنت الطبيعي أن الأهلي بقى تاني الطبيعي لأن أنت هتقسم الطبيعي لكن أنت تعال بصيلها في ناحية أن لو حصلت حاجة معانا الأنديل بيتشاك من أوروبا ممكن الأهلي بقى تاني لكن أنا توقع إن شاء الله الأهلي بقى تاني طيب لما الأهلي يلعب بطشما 14 ديسمبر في ملعب 9-7-4 يلعب مع باتشوكا ولا أتلتكم من ييرو ولا بتفوجه في ريتم البرازيل ولا باتشوكا المكسيكا أنا أتمنى باتشوكا المكسيكا تتمنى أتمنى ليه؟ لأن الكرة في البرازيل حتى لو الأندي أضعف حتى لو الأندي أضعف بس تحس فيهم ريحة الكرة وإحنا باتشوكا المكسيكا عارفين وتاريخ بينما بينه يعني اللي هو خلاص بأنت متعود بأ زي بتصحى كل يوم الصبح يعني عشان بس في ناس بيتزعم من الكلام ده زي بتصحى كل يوم الصبح بتلعب باتشوكا يعني فيه اسم أسماء بيتحافظ حتى الجن بتاحها حافظ اللعيب جزء اللعب يتحافظه طيب جزئية تانية لو سألتك على فكرة انتقالات يناير والناس ربطت انتقالات يناير اللي جاي هيكون لها علاقة بقيمة الأهل اللي هيتم إسألة للفيفا من 31-3 هل انتقالات يناير هتكون المورد الأساسي لقيمة الأهل في مونجلال الأندية ولا هيبقى لسه فيه جانب تاني في الفترة من 1-10-6 طيب حلو جدا الموضوع بس توضع طبعا فيه شوية تفاصيل كده خلنا بس نتفق على شيء ان اي بن آدم بيفهم بربع جنيه كرة هيعرف ان انت مستحيل تجيب لعب في الفترة انت إذا اتعاملت اتعاملت من 1-10-6 اللي هي اديتها الفيفا للأندية اللي هتشارك في كاس عاملة للأندية اي حد عنده بربع جنيه كرة هيفهم ان انت مستحيل تجيب لعب في 4-5 أيام وتلعبه تحطه في قيمة أساسي في محفل هو الأهم والأكبر بالنسبة للأندية فالطبيعي ان انت يبقى تركيزك على انتقالات يناير كل اللعيب اللي انت تستهدف ان انت تجيبها واحتياجات مرسل كل اللي انت تجيبها تجيبها في الفترة دي طيب الفترة تاعت من 1-10 هتشتغل فيها لو انت جبت تجيب مين هتجيب حد بقى اللي هو مثلا انت عارفه هو عارفك انت لعيب عينك المدرب شايفه بيلعب قدامك في الدور المصري مثلا شافه 30 مثلا 10-15 مرة لعبتك لعبت معك منتخابات أو حتى ما لعبتش معه منتخابات لعبت قدامه في أندية أو لعب عندك كان بره مثلا معارزة يا احمد عبدالقادر أو ديانج وانت عايز ترجعه هو حافظ فرقيتك لكن الطبيعي ان انت انتقالات يناير دي هي اللي هتكون الفيصل في ان انت تجيب اللعب اللي احتياجات كولر لانا انا بتكلم بلغة المنطق والعقل بعيدة عن التفاصيل اللي عندي في هذا الملف فانا بتكلم بلغة المنطق والعقل واللي نعرفه عن مرس الكولر لان مرس الكولر مش هتجيب له لعب محترف مثلا مهاجر يوم 8 يونيو وانا اول مطش عندي يوم 15 وتقول لعبه فلسفة مرس الكولر مستحيل مستحيل في محفل زي كده انت ما عندكش الرزق المطش هيودك في حتة تانية ومطش عليك ومطش ينزل طب تعالوا ببعض كده نشوف اللي كتب في السوشيال ميديا والمواقع ونقارن باللي كتب بالاخبار والمعلومات اللي عنده أستاذ عبد الحكيم عشان هنشوف اخبار فيها تفاصيل غريبة شوية نبدأ مع بعض ونروح لحساب الوطن سبورت ونركز مع بعض ونشوف العنوين اللي نزلت مكتوب فيها ايه الوطن سبورت بيقولك ترشيح 13 لاعب لقيمة صفقات الآلي في المريكات الشتوي بينهم 6 اجانب تعليقك 6 6 اجانب أول اهل ما عنده شغل مكان مزبوط ممكن انت بتتحرك ان انت تشوف سكة تجيب على مكان تاني ده اللي انا عرفه حسب معلومتك يا صحفي لكن 13 لاعب ده رقم كبير جدا يعني يعني رقم بصهم جميع ترشحات لكن اللي هيطيرد على مرسل كولور المستحيل يتعرض الرقم خد بالك فيها أسامي منهم اتعرضت على كولور مرتين ثلاثة قبل كذا ما هو الدايرة خد بالك يا اسم محمد انت برضو هنا لازم بتحط شكل معين ان انت التارجت بتاعك ايه والاسمانة اتكلم عليها والباكتش بتاعك قديه يجب ان لازم نشتغل انت بتتحرك هنا في كرة مصرية مهما انجبت او ما انعملت التارجت بتاعك عدي عمرك ما تروح تجيب لعب مثلا زي ما الكلام اللي تقال من يومين الثلاثة على مصطفى محمد مصطفى محمد مهاجم ممتاز جدا مهاجم منتخب الوطني سيارة دلاتي 7 مليون يورو وبعد كده مرتبط بعد معنا انت 21 27 والرقم ده تم اطفع فيها جيب تريزي جي مثلا يعني ده بالعكس ده تريزي جيبه اقل من كده برضو حتى تريزي جي نفسه تريزي جي ان انت ان ما كانش الامور تبقى لعمرك ما تقدر تجيه عشان بس الناس مش قصة تضحي قصة النادي الاهلي القيمة المالية دي كبيرة جدا على اي ميزانية تاخد بالك عسي محمد انت بتتكلم دلوقتي النادي الاهلي ميزانيته قد ايه بسبب الدولار بسبب الدولار دي فرق شاسع فعلا فرق شاسع جدا فالنادي بيعاني طيب تعالى ما بعد برضو نشوف حساب اليوم السابع وحساب اليوم السابع على منصة اكس نقل تصرحات لوالد اشرف داري واتكلم في تفاصيل مهمة جدا اكيد حلو اقول مضا ده انا عايز اعقب عليك اعقب عليك والد اشرف داري قال نجلي لا يعاني من اصابة مزمنة وسيعود للاهلي بعد 15 يوم هي تفاصيل مش بعيدة عننا ولكن انت عايز تعلق في اي جانب اولا اشرف داري هي مش اصابة مزمنة فعلا هو يعني ممكن تقول حاجة معينة اتكررت لكن مش اصابة مزمنة وسيعود خلال 15 يوم ويرجع قبل كده ان شاء الله بإذن الله يعني خلال 10 يوم هيبقى مشاركة تدرجية هتعمل له اشاعة خلال ايام حسب معرفت انت مش عارف انا كنت تفرجت انت قلت المضادة قلت الخبر ده فعلا في البداية مضبوط لكن انا عايز اتكلم في نقطة انا اتمنى من نصيحة دي مش بعيدة عن الخبر اتمنى من ولد اشرف داري احنا الاعلام عندنا مش طيب ومش كيوتي يعني مش كله حسن النية تتواقع ان البعض ممكن لسه يعني بييب الراجل بيحس يبقى فيه بعد كتا ممكن في ناس تستدرجوا لامور توقعوا في مشكلة انا اتمنى ده تمني ان يبعد شوية عن حتة العمل ان الاعلام في مصر مش طيب خالص مش طيب خالص انا اقولك بالامان انهم الصافة يعني اه في ناس مترسطة لا ابص اقولك حاجة اه بدون ذكر اسم اه هو اكيد بدون ذكر اسم كلنا كلنا فرحنا جدا بالتصالح اللي حصل بين الشحات والشي مظبوط انت لما تطلع وتقول لي اصلا انا رح تسألت الموقف بتاع خالد عفتاح ان انا رح تسأل هل انت ممكن ما تتصلحوش وتضغطو انت يعني ده اعلام انت شايف كده اعلام كوي عايز توصل ايه يعني انت موضوعه خلص واخد لك الموضوع ده هي مش قصة هي طبعا ده راجل مغربي بيلعب في الدور مصر احنا مستدعنا الموضوع تلم من الاخر يعني يعني مش عشان خالي الشحات احنا قلنا اعترفنا بالشحات بس ايه ايه الهدف من انت رح تسأل مصدر تقوله بكلمتين دولة وعلاقة قصة واحد دي بالموضوع ده قصة ودي قصة تانية يعني هو تعقيبا على الموضوع ده رح سأل مصدر تاني سأل حد في بيرامدز بيقوله هل ممكن مقابل اللي حصل مع خالد عفتاح ورحمدي ترجعه فكرة التصالح ترجعه وتضغطه علشان طب ايه جملة فقادل اعلام فانت متخيل مثلا والد اشرف داري اللي اول راجل بطيب اخده لك وراجل طيب جدا ده عقلية فضية قوي قاعدة بالتكتك وبتخطط لفكرة مصدر قال والخناق دي ترجعه والد اشرف داري يا سيد محمد لو انت بتشوف مبارح الراجل بيتكلم بتلقائيه وبتلقائيه يقولك الشعب المصري طيب وانا عشته اللي هو بيتكلم باللجواه فانت ما استبعدش ان واحد يستغلك ويستدرجك الجزئية توديك في السكة دي فانا اتمنى ان هو يعني ينتقي او على الال يتقل وخلي بالك ده صح دايوة دا لا اعتبارها وصلت ماشي ماشي طالما في المغرب اعتبارها وصلت خلاص اكيد تمام نرالح سبا كورا بلاس ويمكن هنا امر مختلف امر ليه علاقة بالاهل المنديالي تصريح لمدرب امريكا اللي سابق عن النادي الاهل واللي قال فيه اعرف الاهل واتوقع ان ينافس في كأس العالم للاندية ده جيرج برهاتر المدير الفني لفريق شيكاغو الامريكي بكام ده اسم محمد الخبر ده انت حبيت تساوئه برا في شركات بي ار يساوي لك كام لا يساوي طبعا يساوي كتير ده اللي احنا كنا نتكلم عليه قبل الموضوع عزمة الحكام ده لك الانه يكون منافس جيد في المنديال انت مجرد ذكر الاسمة الاهل المصري خد لك احنا هنا عشان موقع مصري منشور باسم النادي الاهل فقط لغير انت برا هيتلاقي اولك ايه كانت الصورة المتصدرة عنك في الاعلام الريدي برا ايه النادي الاهلي كسر عالم لاندي القيمة الانتركونتينت الاهلي باعت وفد نسخة كسر عالم هتيجي 14 فبراير انت عامل برنامج ده الصورة كانت عليك فجأة الصورة عليك تساوئات حكام طيب اروح معاك لحساب فيتو على منصة اكس والخوارين الجايين بقى اكيد هاي بقفون تفاصيل هتعجبك طيب اول حاجة فيتو على منصة اكس بتقول تفاصيل عقد رامي ربيعة الجديد وقالوا ان العقد هيكون لمدة موسمين وقالوا انها هيتم بتأجيل اللاعب ماليا باعتبروا احد العناصر الاسية تتفق ان تختلف ام ان المعلومات ليست بنفس بعيدا عن قيمة بعيدا عن مدة العقد لان مدة العقد لسه عن موضوع نحن نعرف نثبتها لكن ده طبيعي رامي ربيعة كابتن فريق رامي ربيعة واحد من كبات النادي الاهلي اللي هم حققوا انجازات يمكن في دورة ابطالة افريقيا رامي ربيعة واخد ستة القابة في اندية في مصر مش في اندية ما فيش ولا ندية في مصر خد الالقاب اللي خدها فطبيعي ان رجل طبقا لتاريخه ان انت تقدره ماليا وده سيستم في النادي الاهلي على فكرة وعلى فكرة النادي الاهلي كان عرف عنده دايم ان كابتن فريق او اقدم لاعب عنده او اكبر لاعب مش سنا اكبر لاعب تحقيقا انجازات البطولات بيتم يعفاه من حاجات معينة ويتم وضع امور تقديرية لي فده خبر طبيعي لكن انا المدة الزمنية يعني لسه اما تحسمتش لان فيها الكلام شوية طب تعالوا نروح لحساب الوطن سبورت على منصة اكس واللي بيقولوا بيرامدز بيقدم عرض لحمزة علاء تعالوا نشوف على الشاشة دلوقتي اهو بيرامدز بيقدم عرض لحمزة علاء حارس الاهلي بعشرة مليون جنيه في الموسم وقالوا ان الراتب لمدة اربع مواسم مقابل التوقيع بشكل مجاني للنادي السماوي في يناير المقبل وانتقال للفريق دات الموسم المقبل للأسف خبر صح للأسف اقولك للأسف ليه انت هنا كل ما بتحاول تصلح وتقوله امور تمشي في شكل جيد جدا انا هنا بتكلم كصاحفي تمام انت عنك معلومة يتعرض علي عرض زي ده انت ما ينفعش ان انت تيجي دلوقتي بتكلم حتى لو من خلال وسيط حتى لو من خلال وسيط شوف انا بقولك يا عمسل تيجي لصاحب عبدالحكيم ودي جي تقوله عايزين نقعد مع حمزة علاء منفعش اللاعب لسه لحد يناير هو فترة الحماية زي ما انا اول امبارح قلت الكلام ده على احمد مصطفز زي احمد مصطفز لحد يناير منفعش ولا نادي يتصل بيه او يكلمه عن عن اي حاجة انت منفعش يتكلم وبنا من ازتحدين في علاقتك بالنادي الاهلي انت المفروض تبقى حذر جدا 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 فيه التعامل لان انت اللي بتحاول تصدر مشاكل انت اللي بتحاول دايما انا لسه محلاش مشكلة لجنة الانضباط والخناع بتاعت المطشاط انا مش متخيل انت بتتعامل كجهات بقى ان كانت تحت كورة او رطة اندي او حتى جهات امنية ازاي هتنظيم مطش الاهلي وبرامدز بعد ان اجواء المشتعلة اللي كانت السنة اللي عادت اللي انت تسببك فيها انت بتحاول تزود حت الاحطقان بعد ما فيه جزء من المشكلة صلح الشحات والشي بخلص عايزين نلم شوية روحتين انت بقى تروح بقى الجزئية طب انت عندك ثلاثة اربعة لعيبة وقت ما تنتهي هل الاهل يروح يتكلم معهم طب انت عندك لعب يطالب كل يوم صبح وظهر وعصر ومغرب وعاشة مع الصلاة ان ده انا عايزة مش ابرهيم عادل وعنده عروض موجودة بالفعل هل الناد الاهل يروح يتكلم معاه خالص ويعمل الكلام ده كله لكن انت ده المفروض تلتزم بجزئية اللعب فترة الحماية ما يجي شهر يناير حضرتك من حقك ده كده انا عناس ما قدرش علومك ليه انت دخلت عدد فترة الحماية اكيد يعني كتبع لومه مهمة جدا سمعناها دلاتي من السيد عبد الحكيم ابو عالم طب اختم معاك الحلقة بسؤال طرحناه في بداية الحلقة سعالنا الناس اسباب تراجع اداء منتخبات الناشئين والشباب تعال نشوف التوقع او الاراء وجهة نظر الناس في اسباب التراجع وانا بختم هاخد رأيه كده سريعا نبدأ مع بعض محمد علي بيقول المحسوبية في اختيار اللعبين نستعرض الاختيارات او الاراء كده بسرعة عبد الرحمن بيقول ببساطة لان ما فيش قطاع ناشئين كويس في مصر علاوة على ذلك الكرة بايت عاملة زي العقارات كلها سمصرة بايت ابناء عاملين للأسف الاولوية ليست للموهبة طيب محمد بيقول عدم لعب مباراة ودية وده واضح في عدم انسجام اللعبين في كلا المنتخبين سواء ناشئين او شباب في رأيي تاني معانا استاذ حسين بيقول تخبط اتحاد الكرة وعلشان ما فيش تطوير ناخد رأيي تاني محمد بيقول العشوائية في اختيار الاجهزة الفنية والمجاملات الناس داخل بتدي دارتول ضرب نار كريم بيقول تأسيس من تحت بايز ولما نقول نجيب مزدوج الجنسية اتحاد الكرة بيتفشهم حمادة بيقول بسبب التخبط وسوء ادارة من اتحاد الكرة طيب تعليقك انا عايز ديئة ديئة سريعة لان ده موضوع مهم جدا في ناس كتير ما بتكلمش في صح فيما فيه ماتحاد الكرة الجديد دلوات اه فيه ماتحاد الكرة متكلمش صح اولا عشان بس ندي كل واحد حق قبل ما ننتقد قبل ما ننتقد مسابعات قطعات الناشئين اخر ثلاث سنين بتدار بشكل جيد جدا وبتعمل دوريات منتظمة وبنوعيد بتدي المنتخبات فرصة انها تعمل معسكرات وتعمل بطولات النقطة التانية هو زي ما انت بيولام جزء علي اتحاد الكرة في اختيارات الاجهزة المعينة يعني انت بتختار اجهزة ممكن تكونش على مستوى الحدث ومش مؤهلة لكن النقطة الهمة في الموضوع جزء التسنين تولام عليه الانديا يا سنو محمد ما بقى عندك ما تروح تعمل تعمل معسكر المنتخب سيم معين وعمل تجمع السبعين لعب تخيل تخيل موضوع اللي بقولك عنه دا الفرقة اللي بقولك عنها دي مش هذكر فرقة ايه رح تلعب تصويرات في الشهر مارس اللي جاي تخيل انت لو ما عملتش اختبار الاسورة لحد شهر فبراير والسبعين لعب اللي انت مجمعهم دلوقتي رحت لحد شهر اخترت منهم تلاتين لعب وروحت لشهر فبراير وعملت اختبار الاسورة في شهر فبراير تعرفت سبعين واحد طلع منهم تمانية وخمسين أو ستين واحد مسننين تخيل بقى لو أنت رحت في التلاتين كنت قبل بطولة بشهر كان نطول عدد فالتسنين ده مسئولة أندية نقطة التالتة ودي المهمة جدا الأكاديميات الأكاديميات اللي بتطلع لازم ببقى رقابة عليها فيها مقننة لأنها تغلبها بقى استثماري النقطة الرابعة وهي الحتة بتاعت الموهبة احنا لازم ندور على اللعب الموهوب مش اللعب المصنوب أستاذ عبدالحكيم نورتني وشرفتني أطرح معاك وأسألك على موضوع اتحاد الكرة الجديد بلأس الموانس هنا بريدة كنا نتمنى بقى في وقت النهاردة لا المرة الجاية بقى في وقت أكثر إن شاء الله بإذن الله نورتني وشرفتني وشكرا نزيل بقى سعيد أنه موجود معك أسر محمد شكرا جزيلا حلقة فيها تفاصيل مهمة جدا اتكلمنا النهاردة أكثر على تفاصيل متعلقة بالأهلي والمشوار المحلي وآخر أخبار الفريق كل يوم عندنا تنوع شوية في الأخبار والموضوعات والفقرة الحوارية غدا بإذن الله تجدد اللقاء في برنامج التليند وبالتأكيد بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة شكرا وإلى اللقاء شكرا